جرى اتصاله انهاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقد جدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال الاتصال موقف مملكة البحرين الثابت في التضامن التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزائي حملات معادية واستهداف مؤكدا سموه أن ما يمس الشقيقة المملكة العربية السعودية يمس مملكة البحرين فهما بلد واحد وشعب واحد يشتركان بوحدة الهدف والمصير فالمملكة العربية السعودية لها مكانتها في النفوس بمواقفها الحازمة والمشرفة حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية وما تشكله جهودها من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال أيضا مشاركة سموه تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة مترئيسا وفدا رفيعا من مملكة البحرين إلى منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يقام الأسبوع القادم في الرياض تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة منوها سموه إلى ما يجسده هذا الحدث من حرص المملكة على مواصلة جهود التطوير والنماء والريادة وروح التجدد بما يتسق مع مكانتها الإقليمية والدولية